هاي كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العدرة رحاول أحكي فيها عن المجال العاطفي والعام رحاول أحكي فيها كذلك حتان العكسي رح نشوف شو بخبيلون هذا الشهر هل في شخص جديد بحياتهم أم لا كذلك هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية خاصة إذا تحدثنا عن المجال العاطفي قبل ما أبدأ هذه القراءة بدأت طلب من كل الناس اللي عم يتابعوني إنه يشتركوا عندي بالإنستجرام طبعي اللي رح تلاقوه بـ ورح أبدأ ببرج العدرة عم شوفك يا برج العدرة سراحة إنه أنت أمام اختياراً بالحياة أو أمام بابين وكأنه بدك إنه تنطلق بالحياة إنه تبدأ الحياة إنه تشوف شو وراء هذا الباب أنا عم شوف وفي وراء هذا الباب اللي أنت عم تفتحه خير كثير وخير جميل جداً سواء الباب الأول سواء الباب التاني أنا عم شوفون اتنايناتهم وراءهم خير كبير بالنسبة لطاقة الحبيب عم شوفه كثير محطم هذا الإنسان كثير قلبه موجوع هذا الشخص عم شوفه كثير طاقته سلبية ممكن عم يشوف ممكن أنتم مفترقين أو مبتعدين عن بعض عم شوفه على أنه حزين طاقته كثير نيغاتيف وسلبية عم شوفه معتزل بالوقت الحالي ما عم يحكمه عم يفكر فيك عم يتأملك الليلة عم يفكر فيك ما عم تزور من باله ولا عم تروح من باله أبداً وأنت كذلك حتى أنت عم تشعر بنجداب كثير على تجاه هذا الإنسان كثير عم تشعر بحب كثير عم تشعر بأنه هذا الإنسان الشخص اللي كنت أنا عم محلم فيه عم شوفك كثير متعلق بهذا الإنسان بس فيه إشياء وفي مشاعبي البيناتكون عم تخلي هذا الإنسان والحبيب كثير زعلان منك أو زعلان من العلاقة اوكي عم شوف على أنه كأنه الحض معك يا برجل العذرة عم شوف على أنه اوكي ممكن هذا الإنسان اللي تقيت فيه هو الشخص اللي مناسب جداً هو الإنسان اللي كأنه رح يغير كثير أشياء بحياتك أو غير كثير أشياء بحياتك وكأنه أراك شيئاً لم تراه بشخصيتك كأنه أراك شيئاً كثير مميز أنت عم تشوفه شخص مناسب وعم تشوفه شخص كأنه النور كأنه الشمس كأنه أشياء جديدة شيئ جديد شيئ ما بحياتك ما تعرفت علي من قبل أوكي؟ بالنسبة له هو يبحث عن الاستقرار يبحث عن الزاوج ممكن بالنسبة له إلك يا برجل روزع أو برجل عبراء أستسمحه أنه أنت مو مستعد أبداً للزواج أو الاستقرار بحياتك عم تشوفه أنه هذا الإنسان يبحث عن الاستقرار يبحث عن الزاوج بده أنه يغير حياته لا يصور متزوج بده هذا التغيير بحياته بس أنت متشوفه شخص مناسب جداً وشخص هائل جداً بس ممكن أنت ما بدك أبداً الزاوج بالنسبة له الأمر الكتير محسوم يتزوج يلا يكون باستقرار يلا ممكن برجل عذرة أنت مش أبداً رايد أنه تكون بعلاقة في زواج أو في استقرار أكثر عم شوف كذلك على أنه هذا الإنسان عم شوف لهذا الشخص بيحاول أنه يكون متأقلم مع شخصيتك بس ما بيقدر أبداً عم تتعبه يا برجل عذرة أنت عم تجيب له أرق يعني هذا الإنسان يعني مش راكب معك أو ما بيستطيع أبداً أنه يتعامل مع شخصيتك صراحةً عم يشعر بحيرة معك أما بالنسبة لإلك فأنت عم شوفك مندفع جداً عندك مسؤوليات عندك أشياء ممكن ما عم تخليك أصلاً تحاول أنه يعني تكون مع هذا الإنسان عم شوفك عندك كثير أمور عم تشغل بالك سواء مسؤوليات عائلة سواء مسؤوليات أطفال عندك مسؤوليات كثير كبيرة ما عم تخليك أصلاً تكون معه بكميتمنت سيريوسلي يعني تكون معه بعلاقة جديدة ممكن أنت جرحته بالكلام أو ممكن لأنه برجل عدراء انتقاضي جداً هو يعني أنت انتقاضته كلامياً انتقاضته بكتير أمور يعني تعذى من كلامك أو من طريقة كلامك أو من طريقة الأشياء اللي حكيته عليها حتى لو لم يكن يبذي ذلك لألك عم شوفك سراحة جرحت شوي بالكلام قلت له كلام شوي جارح وهذا الأشياء خلفت له ألم داخلي يا برجل عدراء عم شوف بالنسبة لخطواته القادمة عم شوفها لأنه هذا الإنسان رح يبتعد هذا الإنسان ممكن يطلع فيك يشاهدك يراقبك بس ما عم شوفه أبداً ممكن يعمل خطوة عم شوفه لهذا الشخص كذلك يا برجل عدراء أنه مهتم لأمور المتعلقة بالزواج كتير مهتم للزواج هذا الإنسان عم شوف كذلك حتى أنه بالمستقبل البعيد أنه العلاقة لازمة شوي من الاشتغال كتير من الاشتغال هذه العلاقة لازمة عشان تتطور وتصير شيء مستقبلي جميل كتير من الاشتغال وعم شوفه أنه في كتير عرقيل عندك مشاكل ما عم تخليك أنه تستمر مع هذا الإنسان ممكن أنت تتعامل مع برج القوس ممكن كذلك تتعامل مع برج مثل الأساد ميزان ممكن يكون برج مائي ممكن كذلك يكون برج ترابي أو هوائي كتير عم تطلع عندي هذا الطاقة عم شوف على أنه في شيء يعني يحزنه هو يحزنه كأنه في شيء انتهى خلاص بدأ ينتهي أو صارت الصورة تصير تبين أوضح كأنه الصورة وضحت لإله ووضحت لإلك في كتير أمور مختلفين فيها كتير وهنجيب لكون يعني نوعا ما نوعا ما أرق بالنسبة لإله كذلك عم شوف على أنه في إدمان بالعلاقة مدمنين على بعض أو هو مدمن عليك يعني كتير مدمن أنه يحكي معك أنه أنه يكون معك هذا الإنسان مدمن على أنه يكون بعلاقة معك ما بيستطيع مثلا أنه إذا مر اليوم ما يسأل عنك أو ما تسأل عنه في كتير إنجيبه في كتير تعلق بالعلاقة بالنسبة لله العزة برج العذرة عم شوفون صراحة عم شوفون صراحة العزة برج العذرة أنه ممكن في شخص يتقدم لإلون بس ما عم يشوفوه مناسبة جدا عم يشوفوه شخص لعبي شخص ممكن حتى أنه ما بيتفاهموا معه بالفكر رح يحسوا حاله أنه مش الشخص اللي أنا بتمنى هو الذي أريده بالحياة فبتلاقيه في صراعات وفي مشاكل بيناتكن ما عم شوفه مناسب جدا وعم شوفه كبر عم شوفه خصامات عم شوفه ابتعاد وفي مشاكل هذا الإنسان مش مناسب لكم ولا أنتو بتحبوه أنه يكون هاته الشخصية أصلا مش راكبة معكم ولا بتحبوه ولا أنتو مرتاحين بهاته الشخصية عم شوفه مشاكل ممكن حتى يكون هذا الإنسان من الماضي ورجع لحياتك بس أنت مش متفاهم معه ولا تحس أنه في كامستري أو في تفاهمات كبيرة بيناتكن بالنسبة للطاقة العامية برج العذراء عم شوفه على أنه بوقت الحالي ممكن يراد أو يقال عنك أشياء يعني يراد منها التشهير فيك يقال عنك كلام مش جيد أبدا ويريدون الدرب في سمعتك يا برج العذراء عم شوف كذلك في أشياء بتحول توازنها بحياتك عم شوفك كذلك مهتم لكل ما يتعلق بالانترنت والتكنولوجيا عم شوف في أبواب تريد فتحها لترى ما ورع هذه الأبواب كثير متطلع وكثير يعني عندك شوق أنه تشوف ورع هذه الأبواب عم شوف على أنه في كرمة تتحقق إذا في شخص كان يريد بك السوء فأنا عم شوفه على أنه رح ياخد جزاؤه كأنه في محاكمة ربانية رح تاخد فيها الثقر عم شوف على أنه في بهذا الوقت تتلقى رسائل في رسائل في مكالمات في أشخاص كثير عم يسألوا عنك وعم شوف على أنه أنت صادد كل الأبواب أو صادد كل الطرق للحوار معك عم شوفه كأنه منعزل أو ما بدك تحكي أصلا أو ممكن إذا حتى تكلم معك شخص ممكن تكون حاد جدا أو ممكن تكون مثلا صليت الكلام مع هذا الإلسان عم شوفه ممكن أنت كتير نغدرت من أشخاص مش جيدين واشخاص خائنين وعم تصد الباب أمامهم عم شوف على أنه كل المشاكل اللي كانت عندك فأنا عم شوفها أمام القضاء عم شوف في أشياء أمام القضاء والقضاء يأخذ مجرى عم شوفك مهتم كتير بصحتك مهتم بنفسك كتير برج العذراء بيهتموا بصحتهم وبنفسهم عم شوفك كتير صادد أبواب أو يعني غالق حالك حاطت حالك بمكان منعزل عن كل الناس أو كأنه أنت ما صرت تفتح أبواب لكل الأشخاص اللي حواليك السيئين عم شوفك كأنه تنهج طريق نحو أحلامك وحول أهدافك ممكن للبعض منكم عم يقدم على طلبات عمل ممكن للبعض منكم كذلك ممكن بدأوا يفكرون في فتح مشروعهم الخاص شركتهم الخاصة ممكن حتى أنه أنا عم شوفك ممكن تفكر بأعمال خيرية يعني كأنه تنشئ جمعية لمساعدة ناس مستضعفين بالحياة عم شوفك كأنه هذه الأشياء صارت عم جيب لك سعادة داخلية وهذا هو كأنه عم تقول هيدا هو الطريق اللي أنا سأسلكه بالحياة كل هذه المشاكل والناس والشخصيات السلبية في حياة رح سكر عليها ما رح يفتح أمامها الباب أبدا وعم شوفك عم تلجأ لكل ما يتعلق بالمجال مثلا الروحاني الصداقات مساعدة الناس عم شوفك كأنه عم تلاقي حالك في هذا المجال عم شوفك حتى أنه للبعض منكم عم شوف في قضايا المحاكم كتير بهذا الشهر ما بعرف ليش بقى بالنسبة لكم يا برجل عذراء وبالنسبة لكتير من الناس عم شوفك أنه في مشاكل أنتوا مع أشخاص وحتى ممكن تكون قضايا بالمحاكم بشيء يتعلق بالتشهير بسمعتك يا برجل عذراء كأنه أنت أخذت صدمة ممكن للبعض حصل طلاق للبعض صار في نوع من المشاكل فكل شيء أو كل الناس أو أنت يا برجل عذراء عم تبحث عن العدل الرباني في كتير صدمات تعريبت له إلى يا برجل عذراء بس عم شوفك أكثر تهتم لمجمالك لصحتك لوضعك الخارجي لنفسيتك كدلك بتحاول أن تحسنها ممكن للبعض منكم رح يعاني بهذا الشهر من مشاكل بالإيد أو على فكرة الإيد لما بتطلع لأي قراءات كتير عالية بتكون أنت تريد التخيير أنت تريد تخيير شيء أو إمساك شيء ممكن حتى يكون رح تمسك أموال ممكن رح تاخد أموال مثلا أو رح تغير شيء بحياتك في تغيير كتير وارد لبرجل عذراء بحياته حتى عم شوفه أنه عم ينكشف له كتير أمور لم يكن يراها بالسابق أمور تتعلق بأشخاص خائنين وحتى أنه صار يشوف الشيء واضح جدا كأنه في كتير من الطعانات تعرض له إلى برجل عذراء فعم شوفه أكتر يلجأ لبيته وصار يعني يعتزل كل شيء يتعلق حتى بالعزومات بالضيوف ما صرت أشوفك أنه أنت صرت تفتح بابك كتير أمام الناس هيدا كالشي بيطلعنا عندي لبرجل عذراء بتمنى لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي مبدويتك تمكمن ترجمة نانسي قنقر